السلام عليكم ورحمة الله من أسخف التهم التي تم توجيهها للإسلام هي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بين الحين والآخر ببعض علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكان يستمع منهم ثم يعود إلى قومه في مكة فيعيد لهم ما فهم وما سمع بطريقته وبأسلوبه والشيء الذي يبنى على هذه التهمة هي القول بأن الإسلام ما هو إلا نسخة محرفة عن اليهودية أو النصرانية والحقيقة أن هذه التهمة ليست جديدة لكنها تافهة وساقطة لسبب بسيط وهو أنه لو كان الواقع على هذا النحو فهذا يعني أن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانت ستكون مثل علاقة التلميذ بأستاذه نحن اليوم نرى أن التلميذ عندما يعود من المدرسة يشرح الأشياء التي فهمها من أستاذه ويتبناها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما نزل عليه من الوحي القرآني لم يكن حاله مع اليهود والنصارى حال التلميذ مع أستاذه بل كان يأخذ دور الموجه والمعلم والمصحح لهؤلاء لما أخطأوا فيه ولما حرفوا فيه ولما بدلوا فيه وكان يشنع عليهم ويتوعدهم في بعض الأحيان انظروا مثلا في بعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق تبين لنا هذه الآيات وغيرها الكثير من آيات القرآن الكريم أن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب وعلاقة الإسلام بالأديان الأخرى عموما لم تكن علاقة التلميذ بأستاذه وإنما كانت علاقة الموجه والمصحح والحقيقة أن الإسلام لم يقتصر دور التصحيح على الأخطاء التي وقع فيها اليهود والنصارى وإنما جاء ليصحح ما حصل للناس عموما بمختلف أديانهم من خلل في وعيهم الديني ولذلك سنتحدث في هذا اللقاء عن دور الإسلام في تصحيح الوعي الديني فأهلا بكم الإسلام معنيان عندنا معنى عام أو واسع وعندنا معنى ضيق أو معنى خاص الإسلام بالمعنى العام هو الدين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى من النبي الفاتح وهو آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام بالمعنى الواسع وخصوصا بنبوة سيدنا آدم لم يكن هو الدين الذي يصحح الوعي الديني لأن آدم عليه السلام هو أول البشر وهو أول الأنبياء وبالتالي فالإسلام هنا بهذه المرحلة هو الذي بنى الوعي الديني وهو الذي شكل الوعي الديني للإنسان وعندما عاش الناس في تلك الفترة كانت الصورة بالنسبة لهم واضحة الله سبحانه وتعالى هو الخالق أوجدنا على الأرض هذه الحياة قصيرة ستنتهي بالموت يراد منها الابتلاء والاختبار ثم سيكون عندنا دار آخر فيها حساب فيها ثواب وعقاب وغير ذلك لكن مع زيادة البشر وانتشارهم في الأرض بدأت تطرع عليهم بعض الأمور التي جعلتهم بعيدين عن الدين الصحيح من خلال التأويل من خلال مثلا عدم حفظهم لتعاليم الأنبياء من خلال ربما طول أمد بعض النبوات عليهم حصل هناك انحراف في تدين البشر فكان الله سبحانه وتعالى يرسل إلى الأقوام وإلى الأمم أنبياء مهمتهم أن يصححوا للناس ما فسد من أمر دينهم وأن يذكروهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي يستحق العبادة وأن ما دخل على الناس أو طرأ عليهم من وثنيات والشرك عليهم أن يتخلوا عنها لكن شاءت إرادة الله أن هؤلاء الأنبياء حتى الأنبياء الذين نزل عليهم وحي من السماء لم تحفظ تعاليمهم فكانت بعض الأقوام عندما يموت النبي فيهم يعودون سيرتهم الأولى مما كانوا عليه من انحراف ديني وبعض الأنبياء الذين نزل عليهم وحي كذلك كانت بعد فترة يدخل فيها التغيير والتحريف حتى تتبدل أو تتغير على تفاوت طبعا وبذلك فكانت الديانات التي عرفتها البشرية قبيل البعثة المحمدية هي ديانات لم تعد صحيحة يعني لم تعد ملتزمة بالتعاليم التي جاء بها الأنبياء وهنا أتى الإسلام بالمعنى الضيق أو المعنى الخاص وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي وهو القرآن الكريم طبعا الإسلام بهذا المعنى أتى ليصحح الوعي الديني الذي حصل فيه خلل عند البشر عموما ولكن نحن سنذكر هنا بعض المستويات التي صحح بها الإسلام الوعي الديني وأول هذه المستويات هي النظرة إلى الله سبحانه وتعالى الحقيقة أن بعض الأديان كانت النظرة إلى الله سبحانه وتعالى نظرة فيها كثير من الخلل فبعض الديانات لا سيما الديانات الوثنية لم تكن الفروق واضحة بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد فلذلك نلاحظ أن بعض الديانات التي كانت ترى مثلا تعدد الآلهة كانت تعتقد أن بعض الآلهة قد يعجبوا ببعض النساء الجميلات من البشر فيحصل هناك تزاوج بين هؤلاء الآلهة وبين نساء البشر فينتج عندنا جنس جديد فيه نصف إله وفيه نصف إنسان إذا نظرنا إلى هذا التصور نجد أن الخلل واضح في رؤية هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى فهم يتصورون أن الإله قد يتدنس وقد يصبح مثل المخلوقين ومثل البشر وكذلك بعض البشر يمكن أن تحل فيهم أشياء من صفات الألوهية ولكن إذا تركنا هذه الديانات المغرقة في الوثنية والتفتنا إلى ديانات أخرى كانت هي بالأصل يعني أمة أحد الأنبياء ودعوة أحد الأنبياء مثل المسيحية وهي أقرب الديانات إلى الإسلام من حيث الفترة الزمنية أقصد نلاحظ أن المسيحية لم تسلم من هذا الواقع فكانت النظرة أو التفريق بين الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان غير واضحة المسيحية أيضا تصورت أن الإله تجسد وأنه ولد من امرأة وأكل الطعام ومشى في الأسواق وأنه قبض عليه وأنه مات على الصليب فالإله تجسد بالمقابل أيضا الإنسان الذي هو عيسى عليه السلام ينظرون إليه على أنه كان هو الله سبحانه وتعالى أو كان هو الإله أو هو الرب وبذلك فالصورة لم تكن واضحة الآن التصحيح الحاسم الذي جاء به الإسلام بيّن أن في الوجود مرتبتان مرتبة لا يوجد فيها سوى الله سبحانه وتعالى ومرتبة فيها كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى وهاتين المرتبتين مختلفتان من حيث طبيعة الوجود غاية الاختلاف فالله سبحانه وتعالى باق إلى الأبد لا يشبهه أحد والمرتبة الثانية فيها الوجود والخبرة والخليقة والزمان والمكان وغير ذلك لا يمكن كما بيّن الإسلام أن يحصل نوع من التداخل بين هاتين المرتبتين يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يتدنس الإله أو أن تحيل فيه صفات البشر أو أن ينتشر في المخلوقات وكذلك لا يمكن لبشر أن تحيل فيه صفات الألوهية أو أنه يعني يدعي أن له نسب إلهي وغير ذلك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحن اليوم نحتقد أن أعظم البشر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ماذا نقول عنه نقول هو عبد الله ورسوله يعني ليس له مرتبة أعلى من هذه المرتبة فحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبهنا أن لا نقع بما وقع به بعض أتباع الأنبياء الآخرين فخرجوا بهم عن حدودهم البشرية إذن كان هذا المستوى الأول من مستويات تصحيح الوعي الديني وهو تصحيح النظر إلى الله سبحانه وتعالى عندنا الآن مستوى آخر وهو تصحيح النظر إلى الكون وإلى الطبيعة الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الطبيعة واجعلها مذللة للإنسان ولكن بعض الديانات لم تكن الصورة عندها واضحة إلى هذا الحد فبعض الناس مثلا عبدوا الأحجار أو الأشجار أو الأنهار أو الأبقار أو المجرات والكواكب وغير ذلك وبالتالي هذه أجزاء من الكون أجزاء من الطبيعة عندما تخضع بالعبادة للطبيعة فهذا يعني أنك تعطل استثمارها تعطل أن تنظر إليها على أنها أشياء مذللة لك للاستفادة منها وإنما سيتحول الأمر فبدل أن تكون هي مذللة لك ستكون أنت مذلل لخدمتها يضرب الشيخ سعيد حوى مثال يقول مثلا في الهند اليوم يقدسون الأبقار والأبقار من المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى واجعلها مذللة للإنسان فيستفيد مثلا من لحمها ويستفيد من لبنها وغير ذلك ولكن عندما قدس الهنود الأبقار ما الذي حصل يقول أنه مثلا في سنوات الفاقة والقحط تكون محاصيل الناس قليلة وهذه الأبقار لأنها أبقار سائبة لا أحد يتعرض لها تمشي بين هذه الحقول فتأكل ما تأكل وتفسد ما تفسد ولا يتعرض لها أحد وبالتالي تكون عامل مساهم في زيادة الفاقة وفي زيادة مشاكل الجوعة في مثل هذه الصورة لاحظنا أن البقرة التي هي مذللة بالأصل للإنسان تحول الواقع نتيجة لتحول هذه النظرة المختلة فأصبح وكأن الإنسان هو الذي مذلل للبقرة يعني البقرة تأكل من طعامه وشرابه وهو ربما يموت من الجوع والعطش فالتصحيح الذي جاء به الإسلام بيّن أن الإنسان والطبيعة مخلوقا لله سبحانه وتعالى بل إن الطبيعة مذللة للإنسان ونحن نرى اليوم أن الولد الصغير يجر الجبل الكبير والحقيقة أن تطور العلم انتهى إلى أن يتفق مع هذه النظرة الإسلامية وهذا لحظه كثير من العلماء والفلاسفة مثل أرنولد توينبي وغيرهم من الغربيين فقالوا إن التوحيد مثل نهيا عن أشكال العبادة القديمة فمن خلال التوحيد لم يعد النظر للطبيعة على أنها آلهة تعبد وإنما هي موارد ينبغي أن تستثمر إذن كان هذا مستوى تصحيح أيضا جاء به الإسلام وهو النظر إلى الكون أو إلى الطبيعة وعندنا مستوى من التصحيح وهو نظر الإنسان إلى الإنسان فالإسلام بيّن أن هناك أربع قواعد مشتركة بين البشر القاعدة الأولى هي وحدة الإله فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين هو رب المسلم ورب المسيحي ورب اليهودي ورب الهندوسي ورب البوذي وغير ذلك في الإسلام يعني كما جاء به التصحيح الله رب العالمين الإله لا يخصص لا نقول هذا إله بني إسرائيل وللشعوب الأخرى آلهتها الله هو رب العالمين هذا هو المستوى الأول وهذا أول مشترك بين البشر أن ربهم واحد أما المشترك الثاني أو القاعدة الثانية فهي وحدة الدين نحن قلنا أن الإسلام هو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بالمعنى العام على الأنبياء جميعاً فالإسلام هو دين الله نعم عندنا أديان أخرى هذه أديان دان بها البشر دان بها البشر فهي موجودة بالواقع لكنها ليست الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى الدين واحد هو الإسلام ولذلك فالناس الذين اتبعوا أديان أخرى غير الإسلام عليهم أن يعني يتراجعوا أو يتخلوا عن المفاهيم الوثنية التي تبنوها نتيجة انحرافات وربما تقصير في حفظ تعاليم الوحي وسيجدون أنفسهم تلقائياً يعودون إلى الإسلام الذي هو الدين المشترك للبشر وهو الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى إذن قلنا أن القاعدة الأولى هي وحدة الإله والقاعدة الثانية هي وحدة الدين وأما القاعدة الثالثة فهي وحدة الأصل البشري فنحن نعتقد أن البشر كلهم يعودون لأب واحد وأم واحدة وهم آدم وحواء وحدة الأصل البشري هذه تعني أن هناك نوع من القرابة بين البشر وأن الاختلافات القومية والعرقية لها أسباب فرضتها الأقاليم والبيئات والمناخ والاريخ والجغرافيا وغير ذلك لكن البشر في النهاية يعودون لأصل واحد وهو آدم وحواء عليهم السلام ولي الشيخ دراز رحمه الله كلمة جميلة يقول فيها يعلمنا الإسلام أن خلف الأخوة في الله توجد الأخوة في آدم يعني إذا لم يكن الإنسان الآخر هو أخ لي في الله مسلم فهو أخ لي في آدم لأن كل البشر مهما كانت أديانهم وأعراقهم وجنسياتهم يعودون بالنهاية إلى آدم وحواء ولذلك كانت الأخلاق في الإسلام أخلاق عالمية يعني الإسلام مثلا ينهان عن التعامل بالربا وينهان عن الزنا وينهان عن أشياء كثيرة داخل الجماعة الإسلامية وخارج الجماعة الإسلامية يقول الله تعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هو أقرب للتقوى وهذا أمر قد لا يكون موجود في كثير من الأديان التي تقصر الأخلاق على الموافق يعني مثلا لا تقتل لا تسريق لا تشهد شهادة زور داخل الجماعة اليهودية لكن خارج الجماعة اليهودية الأمور تختلف تماما عند هذا الحد عندنا أيضا بعض الديانات يعني لم تكن تؤمن أن البشر يعودون إلى أصل واحد وهو آدم وحواء مثل الهندوس الهندوس كانوا يعتقدون أن البشر بالأصل ولدوا من طبقات أعلى الطبقات ولدوا من رأس الإله دونهم ولدوا من صدر الإله ودونهم من الساق وعندنا أقوام ولدت من قدم الإله وبالتالي فالهندوس يؤمنون بهذه الطبقية دينيا لذلك نحن اليوم عندنا استعداد أن نعتبر الهندوس المنبوذ أخ لنا في الإنسانية لأننا نشترك في أننا نعود لأب واحد وأم واحدة وهم آدم وحواء وإذا قرر الهندوس أن يخلع رداء الشرك والوثنية فأيضا يمكن أن يكون أخ لنا في الله وهذا الأمر غير متحقق حتى في الهندوسية نفسها فالهندوس من طبقة إبراهمن لا يمكن أن يعتقد أن الهندوس من المنبوذين أو غيره يمكن أن يكون يعود معه لنفس الأصل وهنا يوجد ملمح مهم وهو وحدة الأصل البشري تعني أن البشر سواء لا يوجد أحد أفضل من أحد لا يوجد بشر يمكن أن تحل فيه صفات الألوهية الناس متساون كأسنان المشط ولذلك لا يمكن أن يتقبل المسلم مثلا أن يخضع لإنسان آخر لأنه يعتقد أن فيه صفات أعلى من صفاته لا سيما صفات الألوهية وغير ذلك وكذلك لا يقبل أن يتم التعامل معه بشكل يعني فيه نوع من الازدراء وكأنه أقل من بقية البشر وهذا يعني شيء له دور في حفظ التوحيد لأنه مجرد هذه النظرة المختلة إلى الإنسان تعني أن بعض البشر يمكن أن يكونوا مقدسين وبعض البشر يمكن أن يكونوا مدنسين وهذا الأمر لم يقتصر على الهندوسية وإنما وقع حتى في الأديان التي تقول بأن البشر أخوة يعودون لآدم وحواء مثل المسيحية فأيضا يوجد عندنا المقدس ويوجد عندنا المدنس ولكن الإسلام بيّن أن هذا غير صحيح الناس متساون كأسنان المشط والتفاضل هو بالتقوى لقد لخص الصحابي ربعي بن عامر رسالة الإسلام فقال إن الإسلام جاء ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فالنظر الصحيح والنظر السليم للإنسان يحفظ التوحيد تماما ويحفظ الإنسان أن يهدر طاقته وأن تتسخر أمم وشعوب لعبادة أفراد معينين منها أما القاعدة الرابعة في نظر الإنسان إلى الإنسان فهي وحدة الغاية من الوجود قلنا وحدة الإله وحدة الدين وحدة الأصل البشري ثم وحدة الغاية من الوجود فاليوم كل الناس خلقهم الله سبحانه وتعالى لذات الغاية وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون فهذا يعني أن كل البشر عليهم أن يعيشوا وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى ولذلك فالمهمة واحدة للجميع وأيضا الإسلام تحدث عن قضية الفطرة فقال أن كل الناس عندهم فطرة ولدوا عليها وهذه الفطرة ربما تم تغييرها بالاكتساب ولذلك فالبناء على هذه الفطرة حتى يعود الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى ولتوحيده وأنه هو الله الواحد الذي يستحق العبادة هذه من الأشياء التي تسعد الناس لذلك نحن نرى أن المسلمين يفرحون عندما يقرر أحد المشركين أن يخلع عباءة الشرك والوثنية ويدخل في دين الله وهذا غير موجود في ديانات كثيرة مثلا اليهودية لا تقبل اليهود هو من ولد من أم يهودية والهندوسي من ولد من أم هندوسية وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون دين الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو دين القوم ودين الجماعة ودين القبيلة وليس دين الله سبحانه وتعالى ونحن هنا نلاحظ أن دور الإسلام التصحيحي في هذه المستويات الثلاث مستوى النظر إلى الله سبحانه وتعالى ومستوى النظر إلى الكون والطبيعة ومستوى النظر إلى الإنسان هذه من الأشياء المشجعة على الإيمان لأنه نحن اليوم إذا نظرنا إلى الناس الذين كفروا بالألوهية نجد أنهم كفروا بها لأنهم وجدوها إنما هي عبادة أحجار أو أشجار أو أبقار أو أنها تثاليث مبهمة فكفروا بها لأنها غير مقنعة بالنسبة لهم ولذلك نحن نجد أن كلمة التوحيد نفسها فيها الشقين فيها الشق سلب وفيها الشق إيجاب نقول لا إلهة يعني ابتداءا نحن ننفي الألوهية عن من لا يستحقها ننفيها مثلا عن البشر والحجر والبقر والتثاليث وغير ذلك لذلك هؤلاء الذين كفروا بالألوهية بهذه الصورة إنما خطوا خطوة بالاتجاه الصحيح وكان الواجب عليهم أن يتموا إلى الخطوة الثانية فيعتقدون أنه لا إلهة إلا الله وبذلك نرى أن الشق الموجب هو نفي هذه الألوهيات المزيفة والشق الموجب هو تأكيد والإقرار والإيمان بأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى إلى هنا تنتهي هذه الحلقة نراكم بعون الله في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله